السلام عليكم البنات سلام حبيباتي وشراكم شاء الله تكونوا كامل بألف خير مرحبا بكم معايا في هاد الفيديو جديدة اللي ان شاء الله تلقاكم بخير وتلقاكم امهنيين نبدأ ولا فيديو ديالنا بهاد البانكيك هادو اللي يجو من اروع ما يكون وصفة اللي لازم تديروها في عينيكم مره يريحا تسلككم مقبل ما نشوفوا التفاصيل نسلموا مع بعض الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام نبدأ ولا بنات هنا في الويعة ديالي حطي زوج حبات بيض يكونوا في درجة حرارة الغرفة نزيدو عليهم زوج مغرف كبار تاع السكر وعدنا مغرفة صغيرة مع مراتة على الفاني وعدنا رشة تاع الملح نضربوهم هاكدا شوية بالفوي اليداوي نزيدو عليهم كاز حليب حوالي ميتين ميليلتر تاني يكون في درجة حرارة الغرفة نخلطوهم هاكدا وعدو كنزيدو المواد النشفة اللي هي الفارينة عدنا كازو نصت فارينة هكو تشوفو يعني سهلين بل بزاف تمتمنو وجدوهم ها ما نحتاجو لاباتوغ لاوالو نخلطو برك هاكدا بالفوي اليداوي هنا نخلطو برك مليح باش نتفادو هادوك الحوبيبات تاع الفارينة نزيدو مغرفة صغيرة تاع خاميرة الحلويات نصفوها هاكدا باش مدير النشتاني حوبيبات وفي الاخر كامل نزيدو زوج مغرف كبار تاع الزيت وحد الوصفة ناجحة تاعلي بينكايك من اروع ما يكون انا هاد الوصفة البنت ما نستغناش عليها سواء في فصل الشتاء ولا في فصل الصيف هاكدا نكون حاصلة ما عندي شوش ندير قوتي لولادي ولا مع الصبح هاكدا كي النود تاني ما عندي شوش ندير لهم نسلك روحي بيها وتجي هايلة وماما ولادي يفرحوا بزاف بزاف كين طيبهم لهم نحطو كمية في مقلة نخلوها تسخن شوية ونحطو الكمية اللازمة تحبو ديرهم كبار تحبو تصغروهم انا اليوم دلتهم متوسطين في الحجم من اسرار نجاح ديالهم لبنت انهم يطيبو على نار تكون متوسطة ما تكونش قاوية بزاف وغير تشوفوهم بدأوا ياخدوا لون من الاسفل بدأوا يتحمروا مقبل ما ينشفو لكم من الفوق قلبوهم مباشراتهم وراكوشفتوا الطريقة نقلبوهم وبلا ما نمسوهم ونخلوهم يزدوا ياخدوا تحميرها على الجهة التانية وشوفوا النتيجة اللي رايه هنا امامكم والله يعني من انجح الوصفات كي موقت لكم لمن استغناش عليها راح يحمروا لكم وجهكم مع افراد العائلة ديالكم وليداتكم ولا حتى اذا كان مثلا جاكم ضيف هاكده على غفلة ولا صديقة جاءت عندك ولا تقدري هاكده تم تم توجديهم لهاكد قصري معاها وانتي راكي وجدتهم بالنسبة لطريقة التقديم نقترح عليكم هاد الفكرة هادي انا هنا اخذت لبنات شوكولاتة لي اوبتيلا اه دهنتهم هاكده ويعني السقط زوج معاها بعض راح يجو تاني اه شكل تحهم بزاف شباب في التقديم اه حتى اذا كان حبيتوا تديروهم في الاعياد تا الميلاد تاني الفكرة بزاف شابة ومن بعد لبنات هاكده شوفوه نقسموهم اعلى زوج وفي نفس الوقت باش نورلكم تشوفوا كفاش يجو اسفنجيين لداخل ما مكيكونو يطيبو في المقلاة راح تشوفوهم كشو البداوين تقبو من الفق كل بغرير يعني راح يجو اسفنجيين خفاف ريشة والبناء ما نحكي لكمش هاكده خاصا اذا كان قدمناهم هاكده مع ديفخاز ولا فواكه ولا اه راح تكون وجبة افطار بنينا سواء للصبح ولا للقوتي تعلاشية جربوهم البنات ماكوش راح ينتندمو نتيجة مبهرة اه اذا كان جربتهم ولا جربتوا اي وصفة من وصفاتي ما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام اغوباسكويزين ساميرا ديزاد ونقول لكم شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة الليبنات هامليك كما قلت لكم يجو روعة 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 والله غير خفاف فريشة ويجو فرغين الداخل اه نروح ودوك الليبنات بعد هاد الفاتور الصباحي اللي فرحت به ولداتي راح نشارك معاكم كيفاش يعني هاقده كي نحب ننضف على السريع اه اي حاجة في الدار يعني ماشي بارك في الكوزينة دايمن ناخد هادا ستيك ديالي هادا السائل هادا اكو تشوفو فيه نرشو هاقده على الفيسل فريجيدر اه الماشين اه الافي مام لزيليمان تاع الكوزينة تاني يعني ينقيهم بطريقة سهلة سهلة ما لاحك كان لوالو دايمن نرشو هاقده على اي سطح حراني حبه ننقيه ومن بعدها ننمسحو كامل بانشيفون هاقده يا واذا كان لقيت مازال كاين ينتاش ولا نزيد نعاود نرش عليها ونمسح والنتيجة هايلة البنات وما تخافوش يعني ما عندو حتى اثر جانبي على الاسطح وجميع انواع الاسطح سواء انحطبوا ولا كيما قدلكم هاقده فريجيدر ولا حبيت تنطفي الفوق تاعك هاقده ولا ما فوقوا البلوندو تخافاير الخامة تاني يعطيها باريق هايل وريحتو ريحتنقى ريحتو ما شاء الله والاخوات اللي غم يحوسوا على هاد الو بخوزوي مالقاواش معليكم بارك البنات تديرو كابتوغ عليه وتوروه يعني اللي سوبيغات ولا المحلات اللي تشروا عليهم قولهم جيبونا هاد الو بخوزوي تاع ستيك ديزينفكتان هادا لي كيما قدلكم ينظف ويعقم ويخلي ريحة هايلة وينظف تاني بلا جهد دوك اهنا شوفوا المسيوش تشاهال يوم تشاهال قرنينا راح اقضاء وجابها يعني عدنا بزاف ما درناهاش تتفاصن هاد الموسم هادا هاد اول مرة نريح انطيبها واني رايح انشاركها معاكم وصفة من الوصفات التقليدية حاجة صحية اللي لازم ناكلوها ونبقاو محافظين عليها هاكدا باش ولادنا تاني يتعرفوا على هاد الهادي يعني القرنينة هادي دوك بنسبة لطريقة اللي بنات كيفاش نقيوها كيينزوش طرق تحبو تنقيوها هاكدا وتقسموه مباشرة هاكدا بها الطريقة ونبعد تغسلوها ولكين طريقة واحد اخرى تاني اللي نفضلها انا لنحسا شوية غابيد نقيها قبل هاكدا نحيلها كامل هادا كشو كل الوريقة التوحى ليكونوا في الكوتي نحيلها تاني هاد السلوكة هاكدا باش تجي طريية و تجي بنينة و تدوب في الفم ونبعدها باش نغسلها مليح مليح و لازم تتغسل تخي تخي بيان لانها هادي تنود هاكدا كيين يقولوا في برا في الفلخلة وكامل دونك لازم نغسلوها بيان و تاني تكون فيها بزاف تراب هاي اللي كنا شوفو هنا كامل يعني نقيتها ببيان حيتلا كامل هادو غسلوكا دوكات جال لغسيل هنا يا من الاحسن تاني كين نغسلوها نديرو لها شوية تاخل هاكدا باش نقتلو كلش ردو بلكم برك يعني لما شو ما فيني طيبوها مبتدئات ولا مثلا حبيتوا تجربوها كي تنقيوها لازم تشوفو في الوسط دفا لانو تطلع فيها حاشارات دفا تجي فيها هادو كامل دونك نراقبوها ولا نفقدوها مليح مليح فالا بعد ما غسلتها كامل حبانا هالطريقة كي ما قلت لكم بعد ما نغسلها هاكدا كيعني وهي صحيحة نقطحها كامل هاكدا الى قطع باللموس هاكدا بهالطريقة هي في الول تبان كمية كبيرة مبعد ما ننقيوها شغل تنقص في الكمية كي ما هي كي ما السلق انا تاني نحب نغليها غليها واحدة برك والازوج مقبل ما نديرها داخل المرقة خليتها تغلي وهنا نحن دير معاكم واحد للمريقة تعطعام جي بزاف بنينا وش نقولكم جا واحد الكوسكوس واحد سكسو من اروع ما يكن هنا فلا كوكوت ديالي درت شوية زيت درت حبها بصل كبيرة بيان بيان غابي باش المرقة جينا خاترة ودرت اليوم شوفوا درت مرسوا تاع الحم تاع البقري ودرت مرسوا وجاج ودرت مرسوا كبير تاع القديد اللي كنت خليتوا يتشمخ في المسخون حتى يعني يخرج كامل هادك الملح اللي فيه وشللتوا بياء ورميتوا الداخل هنا يا لكوكوت وقليتهم معا شوية ملح شوية فلفل كحل احنا اليوم ما مكترت بزاف التوابل من غير الملح والفلفل كحل والقصبر المرحي وشوية تاع العكري حبيت هذيك البنة تاع القرنينة والبنة تاع القديد ما حبيتش نكتر بزاف توابل بعدها بعد ما تقلوا بياء رميت عليهم حبة طماطشتاني كبيرة في الحجم خليتها تقل الملح معاهم مرقت ورميت الحميصة غلقت على الكوكوتمينو تقبل على هادك الحم باش نربح الوقت وطعام ديالي فورتوا هاكدا على جيها انا يعني نحب نفور طعام ولا اي حاجة نديروها نفورها فوق المرقة باش تجيبنينا ما معليش كوم طعام يتفور زوج مرات تفويرها الاولى باش نربح الوقت فورتها هاكدا فوق الماء ومبعد نعاود نفورها للمرقة الثانية فوق الحم كامل فوق هاديك المريقة هاكدا باش يجيبنين هاوليك هنا يعني راهو هنا بعد ما فار هادك الطعام ندير عليه هاكدا شوية ملح نرمي عليه كمية علمة غير نشوف الماء بدي خرج تحت الكسكست ما نحبس وفالا هاكدا يعني نعاودوه يعني نجوزو هاكدا وهنا بالنسبة للطعام كين يحبوه مش الرب بزاف كين يحبوها شوية يعني ما يكونش معاود مليح هنا كل واحد والعادات ديالهم هنا حلت لكو كوتمينوت بعد حوالي اربع ساعة نحيت هاداك المرسو تاع الجاج باش ما يتفتش كامل للداخل ورميت هاديك القرنينة وانا تاني اليوم كنت حبا نديرها غير برك بالقرنينة ميل المسو قال قديلها شوية زرودية رميت لها حبات تاع زرودية كي ماشتو وعادو زيان فاكي ما قوت لكم لبنات شوفوه الطعام تاعي فورتوه فوق الخضرة هاديك وفوق هاديك المريقة هاكدا باش طلع لي هاديك البنات على الحام والتوابل باش يجيبنين وهاد الطعام ما يندهن لا بسمن لا بزبدة البنات يندهن غير بزيت الزيتون وهايليك المريقة تاعنا كيفاش تجي خاطرة وتجي من اروع ما يكون وشوفو هاديك القرنينة كيفاش طعبت صفيفرة بالنسبة للمرقة انا ما حبيتش نديرها بزاف حمرة انتم ما اللي تحبو المرقة حمرة تقدرو تزيدوا مغير فاتع طماط يشتعل الباطة راح تزيد تخطر لكم المريقة كتر وكتر وتعطيكم هاديك الحمورية اليوم انا تفاديتها وحبيتها لأكل اغبر كهاكدا الناشة والبناء والله يعني ما كيش ما احسن من الوصفات تقليدية هادو ما ديانا اي ولادنا يعني ما يحبوش بزاف هادالحاجات احنا لازم نعودوهم مما ياكلوش لازم نطيبوهم مش يقولوا ولادنا ما يحبوش هذه الحاجة ما ياكلوهاش يعني ما نطيبوهاش لازم نطيبوها باش ولادنا يتعرفوا عليها وخاصة لي عندهم البنات تاني هاكدا باش ياخدوا فكرة على هاد الوصفات التقليدية احنا في العائلة ديالنا القرنينة نحبوها بزاف طعام كين يديروها تاني كشغل طبيقها وليك شغل بالدرسة المهم البنات انتو ما خلونا فليكم انتاك كيفاش طيبو القرنينة ونقولكم البنات شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة والله اليوم اشكرني زوجي على هاد طعام جا من اروع ما ياكن بنا خورافية ثلاثية تعلقدي دول الحمول جا جا من اروع ما ياكن وليتو وحموا نقولهم اسمحوا لي خاصة عشاق القرنينة الكوكوت اللي استعملتهم هامليك هنا البنات لاماك سيناركو كي ما كتشوفوا معايا يعني صدقوني الطعام هذا طب ولكن واجد فيه خلال يعني اقل من نص ساعة كان واجد لانهم عاونوني بالبزاف الطيب هامليك هنا البنات فيها زوج واحدة تاع سبعة لتر وواحدة تاع خمسة لتر يعني شوتوا معايا عدة مرات عدة كوكوتات هادو ما ليجوا فيهم زوج كان يجوا يا اما تاع ستة وربعة يا اما تاع سبعة وثلاثة ونص من هادي يعني الحجم ديالها هايل بزا بزاف راهي تاع سبعة وراهي تاع خمسة لتر يعني قليل وينطيحوا في ديكوكوت هاقده في زوج يكونوا كبار تاع خمسة هادي مليحة الاستعمال اليومي هايلة بالبزاف الحجم تاعها معقول جدا يعني تقدر طيبي فيها هاقده شطيت حتى على الحم تاعك شطيت حتى على الجاد جعد سولا يعني حتى طيبي فيها والكبيرة هادي تخليها بركي لك ان عندك ضيوف ماتال لانو الحجم ديالهم كبير نوعية جيدة تاع الاينوكس كي ماشتوا معايا هادي صغيرة تاع خمسة لتر وهادي تاع سبعة لتر كي ما قلت لكم حجم ما شاء الله لغطات تاعلى كوكوت هاوليك هنا هادي يجي بالصفارة كيم بزاف ما يحبوش الموديل هادي كليبسو هادي تجي عندها صفارة شوفو هنا لداخل يعني ما تحكمش كامل أوساخ ما فيهاش بزاف فاخ ناتش وعلى برا سهلة بزاف ما شوفو في الاستعمال تدوري على يامي تغلقي وترجعي لي يا سارة كي رايحة تحليها يعني سهلة بزاف الاستعمال اديالها دونك هاداك اللي غلقت على كوكوت يجي عليهم في زوج مامل غلق هاداك تاعسجاج يجي عليهم في زوج وعندها معاها الكسكاس ليفورت فيه الطعام يفور ما شاء الله لانو ثوقو بلي داروهم شوية من تيسعين هاكدا تمتم يعني يفورن الحاجة سواء طعام ولا رشتة ولا شخشوخة وحتى الكسكاس هادا يجي عليهم في زوج دونك هاكدا انا حين تحصلوا على شوفوا مرميطات تاع خمسة وسبعة احيكون عدنا كوسكوسية تاني تاع خمسة وتاع سبعة لتر وعدنا زوج كوكوتات تاع وحدة احتكون كوكوتات تاع خمسة لتر ووحدة تاع سبعة لتر حجم عائلي وفرتهانا لاباج فيسبوك خالد إليكت خومي ناجي احزت لكم هادية اللي هي هادلا سوبياغ اللي نقدر نطيبو بها فوق النار ونقدر ندخلوها حتى للفرن يعني كريحة تدي هادية معتبرة واحد القديرة طيبة فيها شريبة تاعك تجي ما شاء الله ترفض ثلاثة ونص الله يبارك وهدي بركلا سوبياغ اللي بنات واحدة هاد دير 390 عالف انتو ماكوا راحين تدوها باطل تدوها هادية إذا كان ديتو هادلا كوكوت مينوت هنا يا البنات نشارك معاكم العشية كان جوني صديقاتي راح نشارك معاكم كيفاش استقبلتهم وش حطيت لهم وكامل دونك هنا كيما كتشفوا معايا أول حاجة درت برسع القهوة درت الحليب وجتهم هاكدا درتهم داخل تغمص دايما كيما نقولكم باش لتيغ مستوعكم يشدو لكم سخانة ديروا فيهم قبل شوية تعمة سخون يعني باش نوجدوهم باش يشدونا باش كينفرغوا الحليب ولا القهوة يشدونا هادك سخانة فرقت فيهم الحليب ما نسوش نصفيه الحليب القهوة تاني ونغلقوها مباشرة وهو ما سخونين اليوم ما نريحة نقدم لهم القهوة والحليب مع هاد الحالويات لي كمانديتها من عند لاباج انستاغرام اي فيسبوك قاتو البدر حلوة ما شاء الله لعبار كيما كتشوفوا عندي واحدة من لزان فيدي ديالي صديقتي راي جات من فرنسا دونك كيما كتشوفوا حاولت كمانديت لها حالويات تقليدية قلت يمكن راهي تتشهاهم هاملك هنا يا هادي هي اللاباج لاباج تقاتو البدر هننخليلكم هنا يا لاباج تحا تاع انستاغرام اي فيسبوك وحننخليلكم تاني لليان في صندوق الوصف هاكدا باشتوفوا كامل الخدمة ديالها وتضربوا طلع لاباج تحا دونك شوفوا البنات هنا كمانديت تعليها كيما كتشوفوا معايا تزيريات يعني من احب الوصفات عند الشعب الجزائري الوصفات التقليدية ديالنا اللي كشتوكفش يعني مفخف خين الله يبارك الشكل تحمى شاء الله العريش تاني لي مخدومين بزاف شابين معاديك لأكولوغ البيضاجة وروعة هادا اللي جاي على الشكل دمعة بصابلي بخيستيش وعندي تاني هادا شوفوا المخبز اللي دارتوا بهاد الديكوغ هادا بهادو كل الوريدات عدنا المسيسة وللكعيكعات تاني هادوهما تاني كمانديت عليها يعني حلوتها الله يبارك ما شاء الله متحوفة بزاف بزاف وهادا مقروط اللوز اللي دارتوا على الشكل حبة تاع البيض عجبوني تاني لي فخوي توحى شوفوا لا فوم والشكل يعني حين تقول لي فخوي هادوهما خدمتهم بوحد اللي كولوغ بزاف شابين يعني قراب لي فخوي تاع الطبيعيين فالا كوشتوا هادك حبة تاع الماندارين حبة تاع تفاح تاني بزاف شابة بهادوكلي اللي كولوغ كيم اقول لكم دي كولوغ اللي اقراب للطابعة وعجبتني بزاف التمر تاني شوف كيفاش داراتوا راح ينطق يعني تقولوا التمرت على الصح حتى العظمة هادك ودارتها نقولها بغافو نقولها يعطيك الصحة قاتوا البدر على هاد تشكيلة هادي اللي اه دارتها لي وبيانسور يعني مشي برك في الشكل حتى اللي بنا ما شاء الله اهنا يا مقبل ما يجوا صديقاتي بديت ان وجد اه ونحط كل حاجة على ضربها هاكدا باش مبعد نستغل للقسرة معاهم خاصة صديقتي هادي تاع اللي يجايتني اه اللي في فرنسا عندي بزاف ما تلاقيتش معاها اه حطيت لهم كيما كتوفو جو لا تاي اه اكوني وريته لكم راح طايب واجد من فرغشتو كافي البقرات شباش يعني بعد نعاود نسخنو شوية باش نقدمه لهم ووالا والحلوية تاعقاطو البدر وهذا كنت دايرة هنا قلب اللوز لي كنت شاركتو معاكم اه الوصفة اه في الفيديوهات السابقة وهنا كانت لحقت صديقتي تاع فرنسا لي قوتلكم عليها اللي فرحت بزاف اللي اشتها ولي نشكرها على الزيارة ورا ننسينا وفي صديقتي التانية تاني باش جي باش نحط لهم كلش على ضربة هادك الوقت قلت نصور لكم الشكل تاع الطاولة كيفاش خرج ما تنسوش لبنات لي مازا ما جربتش هاد القلب اللوز تجربوا يعني وصفة ناجحة عندو الذوق تاع قلب اللوز تاع المحلات وبالنسبة المقادير اللي مديتهم لكم ما يجيش بزاف حلو هذا هو الشكل الطاولة وهنا لحقت صديقتي التانية على كل حل تعرفوها هي الحلواجية ام ايناس اللي تعاملت معاها تانية عدة مرات كانت حبة تزورني عندها مدة كنت عيانة شوية واحد الوقت كانت لاني ميلا فيتامين دي ناقصة كنت بزاف عيانة ومبعد هاي الكرة هي جات باش تزورني نقولها يعطيك الصحة ودايما يعني كي تجي ما تجيش بيديها فارغينها كوشتو جابتلي طبسي تاع طمينة وباطعتها حلوة تاني كانت تخدها ولدت لي نقولها مبروك عليها ومبروك ما زاد عندها كان دارت لها هادك طمينة دارت لها الحلوية تاع النفاس وكامل كي ماشتو وضنك جابتلي حقي معاها وصراحة دايما تفكرني كي تدير هاكدا تجيها كوماند ولا حاجة خاصة في تشارك العريان ديالها لخاطر ان نحب ونموت عليها ويجيها بنيين يجيك خوستي هاي المعاقة هواحلي هنا بدت يعني نستقبل في الضيوف ديالي عفوا وام اينس ثاني كي ما قلت لكم جابت الطمينة هادي وزا جابت تاني البريوش والمسمن ونقولها يعطيك الصحة كتر خيرك حبيبتي ام اينس اهمليك الحلوية التحالي دارتهم في هاد البلاتو تشكيلة تاني الله يبارك ما شاء الله بزاف شابة صديقتي في فرنسا عاتيقة ما قدرتش تقعد بزاف كان عندها شغل لانه يعني ما جابتش يامات بزاف رحت تعاود تولي تمتم كانوا عندها برك شغالات جت تفريهم وتعاود تطلع دونك ما قعدتش بزاف معانا تمتم شربت قهوتها وهربلت لنا قلها عاتي قول الله ما شبعتك قلها ان شاء الله نعودو نتلقاو باذن الله فالا دونك الحلوية لي كانت كي ما شتو اليوم عندي حلوية تاع ام ايناس وعندي حلوية تاع قاتو البدر الحلوية كامل الله يبارك هنا نورلكم تزيرية تاع قاتو البدر هنا كنت نقرعج انا وصديقتي ام ايناس تاع الحلوة خاصة كي هي حلوة جيها هكذا باش تعطي النار ايها زيرية تشتو هم عسلين جوا ما شاء الله اا مقرطلوز لداراتو يعني بشاهدة ام ايناس قتل يعني حلوتها الله يبارك متحوفة وبنينة تاني مام اللي على يشتوها تاني كانوا فيهم ريحات على القارس فهاديك الطلية والطلية جترية وهذا البريوش تاع ام ايناس تاني لداراتو هاي المحشيب الشوكولة اا مع قهوة حلب تاني ما كاش ما اروع اا هامليك العريش اللي حكيت لكم عليهم البنات شوفوا يعني الموسي هبطوا وحده وحده هنا ام ايناس يلا هي تقسمهم بيان فاخسي شوفوا طلية طلية وفيها كما قلت لكم البنات القارس اا تشارك تاع ام ايناس اللي قلت لكم الموتة عليها تاني تديروا ما شاء الله بيان فاخسي اا لا حبيتوا اي حلوات سواء تاع ام ايناس ولا تاع قاتو البدر للبنات اا انا نخلي لكم ليليان تعليه باشتا وحوم في صندوق الوصف واختمناها في الاخر بلاتي هادك المشحر الله الله مع الطمينة تاع ام ايناس اا اللي جات تشهي جات بزاف ابن اينا طمينة تاع نفسها دايما عندها دوق خاص ودوق مميز العقوبة كامل لكم ان شاء الله العقوبة ان شاء الله اللي ما زال ربي مرزقهم ان شاء الله نقولكم تربحوا لها الطمينة هادي وشال ربي فرحكم في هاد العواشر ومن قبل ما نختمو الفيديو ديانا تاع نهار اليوم راح نشارك معاكم وش البست باش استقبلت الضيوف ديالي هي هاد العوب كافتان لي راي هنا امامكم باللون الاسود الملاكي بواحد اللي كولور بزاف حلوين يا تيريو ليرا هم تندانس هاوليك الشكل ديالها كيفاش يجي حاجة سامبل ولكن كي تتلبس تقوني يعني حاجة اه لي تبان لاكلاس وفخامة وحاجة دايما كي تكون سامبل دايما تجي شابة اه هاي اللي كان هنا البنات تجي هاكدا طويلة حتى التحت عندها هادك الشلقاء تخلاص بالشلقاء هاكدا فوالا كي ما كتشوفوا الموديل قماش ها بزاف خفيف قاطفة لهوا اه يعني تتلبس ضوكة تتلبس فربيع ما شاء الله انا يعني هبلوني لي ماشتا وحا اللي دارتهم بهاد القماش لي جاي كشغل فولاغ امامتان كشغل رحمة روز اه باللون الاسود لي تماشا مليح مليح مع القماش تا قاطفة لهوا لي دارتو فلاغو بكافتان هادي مع الفلي يدينا كتشوفوا هادك اللي بوانيلي تربطو لي دارتهم ما شاء الله الفوق هنا عندها هاد لي زيلاستيك هاكدا يا لي جوم كمشين وتمد نضرها بزاف شابة فليمانش هاكدا فالرقبة وكامل ودارتها بهاد العقيقشات بهاد اللي كولاغ لي راهم دو كا تندانس اه يعني خلو اللاغو بهاد يتبقى من حلوة بهاد اللي كولاغ ازاي هادي وهادو ما العقيقشات البنات ما همش مللسقين كي ما يقولوا برك باللسقة راهم خيطين الامة هاكدا بش يبقوا محكومين يعني وما يطيروش يعني صراحة خياطة بزاف شابة وخياطة متحوفة هادا لودو ديالها البنات يجي هاكدا ودارتها بهادك الحزام يجي شوي يعرض يعني هادا هو لي خليها تبان انغوب كافته وهاد لا غوب البنات تحبوا تحزموها تحبوا ما تحزموهاش يعني تجي شابة في كلتا الحالتين اه انغوب بزاف شابة انا صراحة نخليتها للا كمانديتها للعيد ميكي جوا صديقاتي البستها او مامتون قوت نشاركها معاكم يمكن اذا كانت واحدة راح يجيبوا لها مهيبا من البنات ولا انت ايا عندك عفصة عشا تقدر تلبسها في العيد تستقبلي ضيوفك تاني راهي انغوب ما شاء الله توالم لجميع المناسبات يعني شوفي ما في عرص تزيد لها ديتالان كامل يعني راح تخرج حتى بزاف بزاف انا خليت لكم لاباش تاع كنز الكنوز اللي كمانديت من عندها هاد الاغوب كافتان هادي اللي نشكرها بزاف بزاف لانه هذا التاني تعامل معها يعني دارتها لسر مزر يعطيها الصحة كانت هادي هي لا فيديو تعالي اليوم انقلكم تهالله في صحتكم في امان الله